اهلا بكل حضراتكم من جديد في الفقرة دي بقى حنحتفل بشكل عملي بكل الامهات في مصر وفي كل مكان في العالم ونقولهم كل سنة وانتو طايبين غنائيا من خلال صوت جميل موجود معانا ومنورانا في استوديو رهب ياسر أنس وهي مطربة في كوران النادي الأهلي رهب صباح الفل عليك ومنورانا أهلا بيك صباح خير يا رهب وإحنا سمعين أن أنت مش صوتك بس حلو صوتك حلو جدا وإحنا أكيد مبسوطين أنك معانا في يوم زي ده عشان نغني وكمان أكيد أنت بحضرها كذا حاجة للعيد الأم بس خليها نبدأ كده طبعا يعني هي على فكرة والدة رهب معانا في الستوديو جات معاها فنبدأ من هنا أنت جبت هدية لمامتك عبرتلها ازاي يعني النهار ده عن العيد النهار ده ماما المفروض بتضبط العربية بتاعتها فإحنا حبيها نبسطها فجبنا لها الحاجات اللي هي كان نبسطها في العربية وجبناها لها هدية في ده الأم هدية عملية يعني بقى عشان ماما اللي بتوصله بتخلي بالك وفي الآخر عشان برضو إيه رابت بتدور على ينفع كده لأ بس برفع دي طيب إحنا قبل بقى من ندخل معاك في أي تفاصيل لازم نسفع بقى منك حاجة في البداية كده نحتفل من خلالها بعيد لتقول سمعينه إيه ست الحبايب يا سلام يا رب ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنيينه وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة جميل جميل زي وكده كلامها يا حلوة كده نبدأ بقى طيب مامتك هاي اللي اكتشفت أصلا يراها في صوتك ولا ولا مين او ماما مامتك هاي اللي اكتشفت الصوت في البيت كنت بدلت في البيت او فدخلت القوضة سمعتني بتقولي هون تسوك حلو وانت بتغني فبدأت تحفظني يا غاني بقى في الفترة كان عندي كم ساعة؟ كان عندي تسعة سنين يعني أول رد فعل لها كان فرحانة ببنتها اللي اكتشفت ان صوتها حلوة ما خافتش ان ده ممكن يأخرك في الدراسة او يخليكي متهتميش قوي بالدروس لا 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 خالص بالعكس هي كانت مشجعة ان احنا نكمل في المجال ده ونتدرب فيه على قلب طب وإلى جانب باقي ان هي اكتشفت جمال صوتك ودعمت الموهبة دي يعني باختصار كده دور والدتك في حياتك لو قلنا في مجموعة يعني النقاط عملت ايه وعملت ايه وعملت لا هي وقفة في ظهري طول الوقت يعني هي مش منتي بس هي اختي وصحبتي وبنتي يعني هي كل حاجة في حياتي بجرد وانا خالي كل بقى رب يعني هي وقفة معي في طول الحياة يعني في اي حاجة انا عايز اعملها هي بتبقى اول واحد ده وقفة في ظهري ومسنداني على طول يعني ما بتقوليش لا على حاجة طب وبالنسبة للدراسة بتحسي اهتمامها اكتر هنا ولا هنا لا في الناحيتين في الناحيتين اوه هي دايما بتشوف ان يعني خليكي مع مغلتك وكل حاجة بس اهم حاجة احتميل بدراستك دي اهم حاجة في حياتك وانتي اصلا عايزة يعني راسنا لنفسك قدام ايه ان انا عايزة بقى برضو بشتغل وبغني اوقات ولا احترف الغنى انت حبا ايه؟ طيب أنا معاك في بدي مرحلة مهم جميل منسمع بقى؟ نسمح، محضر رأيي تانية راه نعم، 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 نعم ماشي مرحبك يا أمي يجري في دمي وكل غالر خص شانك سهرت جنبي وشلت همي وكل مقبري برحلانك وبتساعدني دايماً في قربك أنت يا أمي أنت يا أمي وين ممكن نطلب أغنية لو أنت حفظها عارفها بلاد طيبة إيه بلاد طيبة؟ وبتاعة محمد مونير وأنوشكا تعرفيهاش؟ وجيل تاني برصو جيل تاني ثالث لنبالك الوقت ديجري بسرعة هستيرية على فكرة يعني بتحبي مين بالمناسبة بين المطربين والمطربات أو لو عندك مثل أعلى نفسك توصلي له أو توصلي لها مين؟ مغني جديد ولا قديم؟ زي ما تتوضل؟ يعني إنتي حبة مين؟ الجديدة نفسي في فارغ بقى أوصل زيتامي الحرسني بالزبط يعني نفسي يبقى معروفة عالميا حال دي أمناي من أمنات حياتي الأجيال اللي قبل كده؟ الأجيال قبل كده عبد الحليم تحبي رومانسية أنت الأغاية رومانسية أكثر طب هتغني لنا لعبد الحليم ولا تامر دلوقتي مثلا؟ نغني لعبد الحليم طيب أجيال قبل أقواك وتمنى لو أنساك ونسا روحي وياك ونضاعد تبقى فدات لو تنساني ونساك وتريني من سواك واشتق العذاب معاك ولقد ما عيفك رأك لو أرجع تاني عادي 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 حلو جدا طيب إحنا عايزين نروح محضراتكو كده دلوقتي بس سريعا لرسائل هنا لعيبي ألعاب يعني الصلاة بالأهل لأمهاتهم ونرجع نكمل أم طيبة وبخير كل سنة وكل أمهاتنا أمهات شهداء النادي الأهل طيبين أيد أم سعيد كل سنة وكل أم طيبة أمي ربنا يخلي كلنا ربنا ما يحرم ناش من سنة على عباتيج الجميلة وكل سنة وكل أم طيبة وبخير كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير يا رب كل سنة وكل أم بخير وأمهاد شهداء النادي الأهلي طيبين عيد أم سعيد كل سنة وكل أم طيبة وبخير وبسعادة وسحة ربنا يبرك لنا فيكم ويخليكم إينا وكل سنة وكل أمهاد شهداء النادي الأهلي بخير وبسحة وسعيدة كل سنة وانتوا طيبة يا أمي كل سنة وكل أمهادنا بخير كل سنة وكل أم طيبة وأمهات شهداء الناس الأهلي طيبين عيد أم سعيد كل سنة وكل أم طيبة وكل سنة وأمي طيبة ويا ربي خليهم لنا دائما كل سنة وأمي الغالية طيبة ربنا يبرك لنا فيهم وفي صحتهم ويخليهم لنا ويفضلوا على طول راضين عننا وكل سنة أمهاتٍ هداي النادي الآلي طيبين وبخير كل سنةней ستطيبة يا أمي وعhyd ام سعيدة عليك يا رب اقدرت لك حاجة صغيرة كده من طول عمر جديد عشان كل سنة وكل أم طيبة وكل أمهات شعودة النادي الآلي طيبين وفي احسن حال يا رب ربنا يا رب احفظا يا ربنا ويباركيا نفيه كل سنة وكل أم مصرية بخير وبصحة وصعادة كل سنة وكل أم شهيد بالخير يا رب وربنا يديك طولة العمر كل سنة طيبة يا أمي بحبك وانتي عارفة وربنا يخليك ليا وعلى طول في ظهر يا رب بحبك كل سنة طيبة يا أمي وسنة سعيدة عليك وربنا يخليك لنا وان شاء الله تعيش بزحة وخير وسعادة حابب ان انا اهني كل الأميات المصرية وقول لهم كل سنة طيبين جميعا وحابب ان انا اشكرهم على المجهود اللي بتزلوه وطبعا ان انا افصل لولدتي وحابب ان انا اقول لها كل سنة طيبة يا أمي وسنة سعيدة عليك وربنا انتيك صحة ان شاء الله كل سنة وكل أم عمود البيت المصري وكل سنة وكل الأمهات طيبة كل سنة وكل الأمهات بخير ودايما يا رب فسعادة ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم كل بك كل سنة وكل الأمهات كلهم طيبين وبخير بحاب اقول في عيد الأم لكل الأمهات والممفي كل سنة وانتو طيبين وان شاء الله دايما في احسن حال وفي صحة وصعادة انا بعمل الفيديو ده بنسبة عيد الأم كل سنة والأمهات المصرية كلها بخير كل سنة طيبة يا أمي ربنا يتخليك لنا ويديك الصحة وكده انتي اهم حاجة في حياتنا بحاب اقول لكل الأمهات كل سنة طيبين وأحب أوجه رسالة الأمي بالأخص الله أمي كل سنة طيبة وربنا يبارك فيك وربنا يخليك ودايما منورانا ومنور حياتي أنا وإخوات البنات وزوجتي وبنات كل سنة وكل أمه مصرية بخير وكل سنة وكل أمهات الشهداء الندي الأهلي بخير ان شاء الله سنة نتكون سنة سعيدة عليكم كل سنة ومهاتنا طيبين بمناسبة عيد الأم كل سنة ومهات شهداء الندي الأهلي طيبين وبخير كل سنة وكل أمهاتنا طيبين في كل مكان وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وعيد أم سعيد كل سنة وكل أمهاتنا طيبين وخير وكل سنة وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وعيد أم سعيد كل سنة وكل أمهات شهداء النادي الأهلي طيبين ربنا خليكم لينا وعيد سعيد عليكم عايزها أن كل أم مصرية بأيد الأم كل سنة وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة رب وبشكل شخصي كل سنة طيبة يا أمي وربنا يخليك إليها وتفضلي دائما في ظهري كل سنة وأنت طيبة يا أمي كل سنة وكل أماتنا بخير كل سنة وكل أم طيبة كل سنة وأمهات سهداء النادي الأهل بخير عيد أم سعيد كل سنة وكل أم طيبة عيد أم سعيد يا رب على جميع الأمهات ويا ربنا يخليهم وكل سنة هم طيرين شفنا بعض الرسائل لما حضراتكم دلوقتي ليه لعيبي ألعاب الصلاة بالأهلي ولكن بس خليني أقول يعني شهادة حق فعلا ومش عشان إحنا بنتكلم عن تحديدا مصر بس بجد الأمة المصرية والواحد يحلف من هنا البكرة بجد مختلفة تماما عن أي أمة في العالم الجد الأمة المصرية وحضراتكم أكيد شايفين هي بتبقى بتعمل إيه عشان ولادها وبجد يعني ربنا يخليهم كده على طول لنا وربنا كمان يديهم الصحة ويساعدهم زي ما هم بيدحوا علشان يساعدونا في حياتنا الأم المصرية هقول غير ونقطة مش هتكتر عن كده لكل حال احنا معنا بعض الرسائل خلينا برضو نستغل دلوقتي الفقرة كنا قلنا في أول حلقة النقطة بالصبت كنا قلنا أن حضراتكم لو عندكم أي رسالة تحب تبعتوها للأم بشكل عام يبعتوها لنا وقد كان مجموعة كبيرة من الرسائل حلبتديها معكم بإيمان حسن بتقول الله يرحمك يا أمي عيدك في الجنة إن شاء الله ليلة محمود بتقول أول مرة ييجي عيد وانتي مش معايا ربنا يرحمك يا أمي طبعا ربنا يرحم جميع الأمهات يا رب ويدي الصحة لكل أمهاتنا طبعا عبد والشريف يقول كل سنة كل أم أهلوية وغير أهلوية بخير فرانسيس ساروكا كل سنة وأمي بخير وطيبة وبصحة وسلامة كل الأمهات كريم الشافعي حلوة دي بقى كل سنة وأم ولدنا أفشا طيبة أسامة عصام كل سنة وأنت طيبين أحمد مصطفى كل سنة وأمي وكل الأمهات بخير وسعادة يا رب يديهم الصحة والعافية يا رب العالمين ما فيش حاجة أحسن من دعوة أمك الجميلة يا رب دمها نعمة يا رب العالمين يوسف حمادة كل سنة وأمهاتنا بخير والله يرحم أمهات المسلمين عبد الشعبان كل سنة وأمي كل الأمهات بألف خير وسعادة وسعادة المحترم بيقول أمي أدامك الله نعمة في حياتي وحسن ميلانو أنت السند أنت المدد أنت الحمة في الشدد حلوة جدا نجوة محمد كل سنة وأنت طيبة يا ممتي إيمان عليها ربنا يبارك في أمهاتنا ويرحم أمهات المؤمنين أحمد سيد الأم العظيمة يوسف ربيع كل سنة وكل الأمهات بخير وصحة وسعادة يا رب حسن عبد الجيد كل سنة وكل الأمهات بألف خير وصحة وسلامة أحمد أبو عيد كل سنة وأمهاتنا طيبين وبخير هاني محمد ده بقى من التوب فانز كل سنة وكل أمه أهلوية بخير وبصحة وسعادة وهانا وفرح أمين يا رب وطلط العمر والعمل الطيب والرزق الحلال والستطرف فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه أرق وأشك وأحن وأجمل أمهات أهلوية بس هلقول أمهات العالم وأمهات مصر يعني معلش هنا الدعبة تبقى عامة لأن الأم الأهلوية والغير أهلوية الأم أم يا جماعة هي أم في نعيط العرض شاحتة بيقول كل عام وانت بخير يا أمي وبصحة وسلامة وسعادة وراحت بالي يا رب العالمين ومجدة إبراهيم كل سنة كل عام وكل أم بصحة وعافية ويطول عمر كل أم الأولادها ويبارك فيها نختم بقى مع حضراتكم مهند علي كل عام وأمي بخير وسحة وسلامة وعبدو شعبان أخيرا كل سنة وأمي كل الأمهات بألف خير وسحة وسعادة زي ما قلنا لحضراتكم يعني ده بيبقى دايما جزء من المبعوض بس يعني الرئاسية الحلوة جدا إن شاء الله كل الدعاوي دي تكون من نصيب الأمهات طيب وبما إن وقتنا مع حضراتكم في حلقة النهاردة بيوشك على الانتهاء يا دوب نرحل مشكركم على حسن المتابعة وبما إن معانا رهف من ورانا في الستوديو نختم بقى بحاجة بصي اختاري بقى اللي انت عايزها سواء حاجة ليه علاقة بالأم أو لو انت حابة تسمعي برضو جمهور الأهلي حاجة براحتك هنختم بالأغنية الأخيرة لرهف وأكيد مرة تانية أنا وكريم بنوجه يعني تحية كبيرة ودعاوي كتيرة يا رب تكون من نصيب الأمهات ونشوف حضراتكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة وعشر صف في الأمهات من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخب الشق وداري لا يعرفه الجرار بخب الشق وداري يا داري لا يعرفه الجرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة